يقولوا لي كم طولة قلت 16 كيلومتر طولي يقول لك سعر على 13 كيلومتر انت تستخرب شون 13 و 16 يقول تسعر وبعدين يصير خير كلهم سعروا على 16 انت سعر 13 منو وانت مغمض على الارقص اكيد انت الاخص نعم انت يتنفذ اول 5 كيلو يطلع لك صيهد وكذا لازم اتوخر عنه ثلاثة اربعة كيلو بعدين محمية بعدين بايب يدرون عنه بايب موجود بعدين ما ادري شنو ميت جدامهم فيتحول 16 كيلو الى 21 كيلومتر بالطول في التغيرات هذه شذيك عشير في البلد نعم شذيك عشير في البلد هذه واحدة المناقصات ايولك مواد الغذائية بالمناقصات يقولون اللي هو الاكل وزارة التربية اللي يقرون يقول نبي تفواح امريكي يعني يعني شنو ليش ليش تفواح امريكي تفواح تشيلي ما يمشي الحال تفواح لبناني ما يمشي الحال تشيلي قاعد يصير قاعد يصير في تفصال لذلك احنا نبي كمشرعين نبي نطلع من هذا نعم انا ادعوك الى قراءة مقالة دكتور عادل الصبيح اليوم في القبس جدا رائع اتفق معه لكن احنا جدام امر مخيف يعني نزيف من كل صوب قاعد نعجل احنا بناء الغرفة لكن قاعد قاعد احاول اسكر فسادي من يسار ولا هذا النموذج تدري انا شنو حلمي ما اكون اجلت مناقصات حلمي ان الكويت كلها تروح بالامر المباشر في ثقة بالمثل ما يسير في مجتمعات المقترمة انا وزير التربية نعم عندي مناقصة غدائية اسوي مناقصتي داخليا ارسيح على شركة اذا اخطأ تصعدني منصة نعم تابعون تنمية حقيقية يا حكومة هنا انا رسالتي الى السلطة والنظام ترى هذي هني رئيس الحكومة لمايك واحد عنده فيجين وعنده رؤية وعنده رسالة ماكو لجنة مناقصات تلغيها بس هندي لبالك انت فتحت الخمسة عشر وزارة او اكثر او عشرين وزارة يعتمد جعلتها جميعها ونقصات فتحتها كلها لكتنت مناقصات وين يفرق معاك نتيب الرجل المناسب في كل معيار القوة والامانة هذا النموذج مانني لكن احنا الان هذا النموذج الصحيح اقدر اعطيها الان وحطها في الوزارات والله كانت 38 مليار تروح 38 ساعة كل ساعة مليار لكن هي موها النظرة السودوية انا قاعد اشوف جوانب مضيئة اخرى قاعد اشوف ان احنا في شهرين هذه يعني هذه النفق وان كان موجود بالنهاية بعد النفق في ان شاء الله نور خلصنا من جامعة جابل العلوم التكنولوجية في مداولته الاولى مداولته الثانية احل اسبوع صندوق الاستثمار العلمي هذا اللي محفظة خمسين مليون اللي بيكمل دراسته قانون المنافسة قانون المناقصات من الاربع وستين لم يمسل الآن قانون البيئة قانون البيئة الآن احنا هنا كرئيس لجنة بيئية بإذن الله سنقرة قريبا قوانين خلال اشهر كانت يعني قانون مناقصات من الاربع وستين ما تغير وعلى فكرة قانون المناقصات مشروع بقانون يعني يعني من الحكومة ومن المجلس بالتالي هي الحكومة نعم فيه تغيير بسيط لكن بالنهاية هذه المشاريع اقرت ما كانت تقعد عشر سنوات طي دكتور انذكرت دورة المسندية اش الحل فيها يعني فعلا الحكومة دائما تتعدر دورة المسندية طويلة ما فيه قرام ما فيه قانون ما فيه طريقة لإلقاء هذه الدورة الطويلة فيه احنا ليس مشكلتنا مشكلة نفوس وليست نصوص يعني من هو قاعد يحطون الان الوكلة والوكلة المساعدين انا قرأت خبر امس بالجليدة اتمنى يكون صحيح اشك انه نبي تغيير كوادر شبابية هذا اذا صار هذا النفس الكويت ببساطة تحتاج بنيان متهالك ما ينفع فيه ترميم كل خطط الحكومية ترميم لبنيان متهالك احنا نحتاج الري انجينيرينج الري انجينيرينج يعني عادة بناء مبنى كامل من الاساس وما يصير هذا الا بقيادة تنفيذية وسطة ترى مشكلتنا والوزير الوزير ماكو اسهل منه ان تحطى على المنصة قيادات في الوزار قيادتنا من الوكيل الى مدير القارة اهني كلها قاعد تصير بنفس طائفي بنفس سياسي قبلي شيوخ اعظام اجزاء امه لكن انا بالنهاية من اللي قاعد يعين هي السلطة التنفيذية ليش انا اقول ثمانين عشرين ثمانين بالمئة المسؤول عن التنمية هي الحكومة ان اصابت وكانت حكومة صالحة احنا كسبنا ثمانين بالمئة وان اخططت خطائنا ثمانين بالمئة لكن الشعب انا اعطيك بس شي دار بيني وبين اه رئيسة برلمان اوغندا نعم لأول مرة وهذا حقيقة مكان كلي كويك لأول مرة رئيسة برلمان جهة مستضيفة تروح الى ضيف في مقر اقامة العالم انت تزورهم نعم لكن الكويت حقيقة عبره صندوق الراع صندوق التنمية خليك الكويت كأنه عندها دولتين في شي اسمه دولت الكويت في شي اسمه صندوق التنمية شوفوا الشي لما يكون للمسات ولمسات سياسية وانسانية انك تساعد هالناس لما تي تقول لك انا كرئيسة البرلمان الاوغندي ارى الكويت قلت لكم شنو مشكلتكم مع الشارع و هي تقول لك كل سنة انتخابات خمسين في المئة تغيير شتين في المئة كان وجود احمس سعدون تلاشين مشكلة شنو تقول لي الاعضاء اللي يفوزون يغيرون موبايلاتهم كعضالة شنو بالكويت شنو تقول وفي مشكلة ثانية عند الشعب انه يعتقدون ان عضو مجلس الامة او عضو الشعب هو عضو تنفيذ يسوي كل شي واحنا سبيكرز عندك خبر شنو كلمة كلمة رئيس المجلس في الغرب سبيكر المتحدث تقول احنا كعضاء نتكلم بس ما ننفذ وهذا صحيح عضو مجلس الشعب فقط يتكلم التنفيذ ويشرع لكن التنفيذ احنا علينا مراقبة التنفيذ على الحكومة احنا فقدنا احنا كشعب هذه مسؤوليتنا خلينا الاسبيكر عضو مجلس امه هما الحكومة وهما السلطة وهذا وطالي اخذ تركة كبيرة هذه التركة خلت من تبجي بالشارع الناس تقول اشتوي مو احنا نسوي يا اخوان لتسوي الحكومة انا تغريبا يمكن انا كان ودي اسألك على الموضوع البيئة بالذات لكن الوقت ادركنا وانتهى اللقاء شكرا لك دكتور حمد محمد المطر على استضافك في مكتبك وانتمالك التوفيق تمنالك التوفيق في عملك في مجلس الوم ان شاء الله حياك الله يا هلا وسهلا وسعيدناكم معكم شكرا مشاهدة الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم امل ان تكونوا قد استمتعتوا نراكم ان شاء الله في حلقات قادمة في اعمال الله موسيقى موسيقى